تواصل أوقف الشارقة جهودها المتمثلة في إيصال المياه وتوزيعها على عدد من المساجد في إمارة الشارقة وذلك ضمن مبادرة سقيا صلاة الجمعة في صورة مشرفة تعكس عمل الخير كنهج نتعلمه ونعلمه جيلنا الحالي تنطلق في إمارتنا إحدى المبادرات الخيرية التي تسهم في إدخال الفرحة في نفوس المصلين مبادرة سقيا صلاة الجمعة التي أطلقتها دائرة الأوقاف بالشارقة بهدف تعزيز قيم العطاء لدى أفراد المجتمع أطلقت الدائرة مبادرة سقيا صلاة الجمعة التي تأتي تحت مضلة وقف سقيا الماء وهي تتضمن فرصة تطوعية ميدانية بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي حيث يقوم المتطوعون باستلام المياه من محل تبريد الكائن في منطقة مويلح ثم توزيع المياه على مساجد متفرقة في الإمارة قبل صلاة الجمعة تهدف المبادرة إلى إحياء حس المسئولية المجتمعية وتعزيز قيم التطوع والتكافل بين أفراد المجتمع بالإضافة إلى تخفيف حرارة الجو على المصلين هذه المبادرة التي انطلقت بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي شارك فيها عدد من المتطوعين الذين سخروا أنفسهم لخدمة مرتدي المساجد يوم الجمعة من خلال توفير المياه الباردة قبل الصلاة ما يشكل دافعا كبيرا لبذل الخير في المجتمع جزاهم الله خير أنهم حاجات طيبة يعملها للمصليين في الجو الحر دوتي جزاهم الله خير بالنسبة للحاجات المياه الباردة بتدخل السعادة على المصليين وجزاهم الله خير نحن كم الطوعين يكون عندنا التحفيز وعندنا زي ما تقول الواحد يتمنى يكون كل يوم بدل الجمعة وواحد يكون كل يوم التوزيع مباشر فنحن مبادرة طيبة ونحس فيها بالروح يعني بصراحة الواحد يجدد فيها الروح النفسية وعمل طيب وأجره ودعت دائرة الأوقاف المحسنين من أصحاب الأياد البيضاء إلى التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني للدائرة ومن خلال الرسائل النصية والإيداع المصرفي وتطبيق الشارقة الرقمية لتصل تبرعاتهم الخيرية للمستحقين وينعم كل فرد في إمارتنا بالخير والراحة هذه المبادرة تؤكد أهداف إمارة الشارقة في دعم العمل الإنساني لا سيما وأنها تنفذ عند بيوت الله وينفذها متطوعون شعارهم عمل الخير لأخبار الدار سعود الكتبي الشارقة ترجمة نانسي قنقر